مين مقلب على ما عدهзы شخصهم في حياة م Halaut اصنع الى اون نفع بعد او مثلك او مثلك اما نعرف بتزود هياءاته ويغل ولا يعرف ما اقلamm او اكتش على ما تحطف سكيني فات اعدم التفضيع والمق SUR fik التفضيع بتزود سعراتك عايز تقلل عن سعراتك هتده يعمل ايه تيقل ولا زود تم الفيديو الاخر عشان هقولك على كم نقطة يعرفك الحال خلينا نقسم الفيديو لاربع نقطة او اربع اخسان اول قسم فيه ايه هو الاسكيني فات مين الاسكيني فات الديفنيشن او التعريف بتاع الكلمة الاسكيني فات هو واحد رفيع جدا محتاج يزيد عضل بشكل كبير او بشكل اكتر من اللي هو عادي دلوقتي لكن في نفس الوقت عنده نسبة دهون متركمة في منطقة معينة المنطقة دي كانت كرش كانت في الارداف في الجناب في السدل في الدراع دي بتبقى على حسب جيناتك او جيناتك هي بتتحكم في تخزين الدهون زي ما بالزبط الجيناتك بتتحكم في ضعف عضلة معينة عن عضلة تانية برضو بتتحكم في منطقة تخزين الدهون في جسمك لكن في العموم 99% من حالات للسكيني فات بتبقى الدهون في الكرش طيب كده خلصنا اول نقطة تاني نقطة ايه تاني نقطة ازاي اعرف ان انا سكيني فات انا دهوقتي محتور هل انا جسمي ده واحد سكيني فات فهكمل الفيديو بقى واسمع نصائحك ومتاع ولا انا جسمي عادي واشتا وهكمل الفيديو برضو وهسمع نصائحك برضو يمكن تفيدني كده كده هكمل فيديو هقولك كده على ست نقطة لكن قبل ما اقولك الست نقطة فتنزل تعمل لايك تعمل شير الفيديو مع كل اللي عندك سبسكرايب بقى كده في زر اسم سبسكرايب حلوة جمه جرز نشغله نتفل وعشر نرجع بقى نكمل الست نوع رقم واحد انك ما بتشيلش حديد ما بتشيلش حديد او ما بتروحش جن ما بتلعبش مقاومة كلهم واحد سواء كانت المقاومة دي من حديد او من رزيسسنس باند لازم يكون فيه مقاومة على العضل تاني نقطة من الضيط بتاك اخلابه سكر هتقوللي انا ما بقولش سكر اصلا السكر مش لازم يكون سكر صريح يعني مش لازم يكون سكر ابيد وتحطه على شاي مثلا لا عادي ممكن تكون انت ما بتقولش سكر خالص في مشروباتك وتقوللي قطع سكر لكن في حلويات وكيكات وشانج فود كل ده هتلاقي في سكريات رقم ثلاثة البروتين نظامج الغذائي برضو هتلاقي فيه نقص عالي قوي من بروتين مادان ما فيش بروتين بشكل كافي فاعرف ان انت بتعرض نفسك لحالة سكينيفات رقم اربع جسمك شبهة تفاحة تقوللي ايه عم انت غيب تهزقني او ايه انت ايه ايه جسمك شبهة تفاحة دي جسمك شبهة تفاحة يعني همطقة بتاعت الكرش والجناب والحزان ده كله اكبر من بقية جسمك او فيهم دهون اعلى من بقية جسمك دي نقطة من نقطة ان انت تبقى سكينيفات رقم خامسة بتحس بعدم تركيز الزكيرة بقت وحشة مفيش طاقة تعمل حاجة مستصعب تعمل اي حاجة في حياتك حتى المهام اليومية العادية ما بتقدرش تعملها مفيش باور من الاخر مفيش باور تعمل حاجة رقم ستة والاخيرة انك بتدعب بسرعة قوي من تمرينة ممكن تكون سهلة ممكن تكون مجتمع متوسطة واحد زميلك في نفس مستواك بيتمرر بنفس اوزانك عادي جدا طيع من زقتت وانت مش قادر وميت نفس التمرينة وانتو الاتنين نفس المستوى شمعنى انت اللي بتبقى تعبان اوي كده كده اعرفنا النقط اللي ممكن تقربنا شوية من احنا نعرف احنا سكينيفات ولا لا ممكن تكون فيه نقطة مش عندك من الستة نقطة اللي فاتوا لكن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من اللي سكينيفات عندهم كل النقط دول نخش على جزء التالت اللي هو ايه اللي هو يا عم انتب لو انا سكينيفات ومرتاح كده انا متكيف كده انا رفيع طب تمام او انا عندي كرش بسيط يا عم اشتا انا متعايش عايز اعرف هل فيه اضرار هل انا صحيا متضرر في حاجة مش متضرر لا انت متضرر هقولك الاضرار الناتجة عن كونك عن كونك عن كونك عن كونك هقولك الاضرار الناتجة عن كونك سكينيفات ولا وقلم بقى واكتب معي يا صديقي هيعرضك لضغط عالي سكر هبوط في الدهار الدموية وهبوطه عموما الكولسترول الدهار بيعلى والكولسترول النافع بيقل وطبعا مع علوه الكولسترول الدهار فالدون السلسية بتزيدها كمان وسيبك بقى من كل النقط دي فيه نقطة مهمة انه نفسيا بتبقى متضمر بيبقى فيه تنمر ما بيبقاش فيه ثقة قوي في نفسك وهكذا دي بتتعب النفسية جامد نيجي بقى الهم نقطة واخر نقطة في الفيديو هي اطلع من مرحلة السكينيفات ايه النقطة اللي ممكن تقولها لتساعدني ان انا مكنش سكينيفات اول نقطة اللي مكتمش على بلانس الدايت يعني ايه بلانس الدايت يعني هتبدأ تقلل السكريات واحدة واحدة اللي انت فاتحها على البحري هتزود البروتين هتزود البروتين وخلاص يعني نوع هجب المكمل بروتين وكربع لنصه لا هتبدأ تحسب بروتينك تبدأ تحسب جسمك بحتاج قد ايه بروتين وتاخد على قده بيبقى فرنج من 1.6 ل 2 جرام لكل كيلو جرام من جسمك لكن تي بلاي لست كاملة عن الموضوع ده وخش تفرج عليها كفيدة النقطة الثانية انك متلعبش كارديو كتير الكارديو ليه فوائد وفوائد كبيرة مش اقولك لا لكن كد الروح يضرك انك تعتمد على الكارديو بس تروح تلعب في الجم كارديو بس او بتخلي هو الاساس حتى لو بتلعب حديد لكن بتخلي هو الاساس فبتخش تمند الحديد مافكش باور اكتر منت اصلا فاحنا كده ماستفدناش حاجة لا العب كارديو مرة 2 ثلاثة في الاسبوع اخرك وخلي الحديد هو الاساس ابدأ اعتمد في تمارينك على الكمباوند اكسرسايز اهمهم ايه اهمهم السكوات البنش بريس الديدليفت المليتر بريس دول اهم اربع تمارين للكمباوند اكسرسايز اهتم بيهم وحطهم في تمارينتك هيفيدوك ليه هيفيدوك لحد ماعمل على الموضوع ده فيديو لكن هما بيشغلوا عدد عضلات كبير وانت بحتاج للموضوع ده النقطة الجاية انك تحرك جسمك يعني ما تحرك جسمك يعني ما تروحش التمرين وتجي تنام لحد بكرة تروح صاحي راح التمرين وتنام لحد بعده صاحي راح التمرين لا حرك نفسك على مدار اليوم خلي يومك يكون في مجهود ما تكونش قاعد بس ما بتعملش حاجة غير التمرين النقطة الاخيرة انك لو نسبة دهونك اعلى من 20 او 25 في المية ابدأ اعمل عجز في سعراتك لكن عجز بسيط ليه عجز بسيط؟ عشان ما تخصش عضل على العضل اللي انت اصلا خاصه انت ما عندهش كمية عضل كبيرة عشان تعمل عجز كبير في سعراتك فتبدأ تقل عضل تاني لكن لو انت نسبة دهونك 15 في المية مثلا لكي متركزة على البطن فخد سعرات ثابتك طبعا زي ما قلتلك لو مش عارف تحسب سعراتك ففي بلايليست كاملة هتلاقيها ظهر في اخر الفيديو خش حسن منها سعراتك وبقية النقط هتبدأ تحسن معاك الموضوع هتبدأ تقل دهون و تزيد عضل حاجة اسمها باضي ريكمبوزيشن واحدة واحدة لحد ما تلاقي نفسك انت وقفت لا تقل دهون ولا تزيد عضل لكن انت طلعت برا ليبل السكيني فات طلعت برا السكيني فات خلاص بقى انت عارف بتعمل ايه هتبدأ تعمل بلج هتبدأ تعمل كتنج لكن نقطة اللي انت محتور ومش عارف لتعمل لده ولا ده امتهت في النقطة الآخر بقى ان مفيش حاجة اسمها وزن مثالي يعني ايه مفيش حاسمها وزن مثالي يعني انت طلبيني 70 سنتي ووزن 70 كيلو فخلاص كده امعلم انا وزن مثالي لا انت وزنك مش مثالي انت وزنك مثالي على ورق بس لكن هل انت عجبك حالك انت نفسك عجبك حالك تلمي انت عجبك حالك لسه برضه عندك كرش لسه برضه عضل قليل اه وزنك مناسب لكن دهون عالية وعضل قليل ووصلوك للوزن المثالي اللي انت بقوله عليه اللي كده هو مش مثالي ولا حاجة انت لسه مش راضي على اللي انت فيه فما تاخدش الميزان كامل قياس هو مجرد رقم ممكن يساعدك في حساب سعراتك او حساب نسبة بروتينك بس شكرا هتحسب بروتينك ولم الرقم بس كده ده الفيديو النهاردة فيديو رزيز مش هوسيك بقى تنزل تعمل شير للفيديو ليه شير عشان في ناس كتير قوي عندها النقطة دي مش عارفة تعمل ايه مش عارفة توصل لهدفها محتورة ان اعمل عجز خايفة صعادها القوي طب انا اعمل زيادة لا انا هزيد دهون على اللي عندي انا هزيد دهون فالفيديو ده ان شاء الله زي ما ساعدك فهيساعدهم فاعمل شير وانزل اعمل لايك سبسكرايب شغل الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة قوي ومتنزل طبعا ما تنساش عشان انا نفسي نسيت اقولك في اول الفيديو انك تشترك في الجيفوي جيفوي جامدة قوي هتلاقي اللينك التاحه في الديسكريبشن تحت ولو مش عارف هتلاقي لها فيديو مخصوص على القناة ان شاء الله عوما نكمل خمس تلاف سبسكرايبر هنعمل السحب وثلاتة منكم هكسبه شوفكم فيديو زيد سليم سليم اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة